لا بد أن ننتبه إلى أن التفاصيل التي ذكرتها لكم قبل الفاصل بخصوص مكونات طعام هذه المائدة أتحدث عن مائدة القمر المكونات التي ذكرتها لكم تتعارض وتتنافر بالمطلق بالمطلق مع الطعام الذي تقدمه لكم حوزة النجف مكوناتنا تختلف اختلافا كاملا بدرجة مائة بالمئة عن مكونات طعام مرجعية النجف وكربلا هذه القضية لا بد أن تعرفوها المكونات التي مر الحديث عنها بشكل إجمالي قبل قليل إنها مكونات مرفوضة عند حوزة النجف مثلما مكونات طعام حوزة النجف مرفوضة عندنا لأن مكونات طعام حوزة النجف مكونات نجسة محرمة لا يجوز للعقل الشيعي أن يتناولها طعامهم طعام حرام في جميع الاتجاهات في جميع الاتجاهات حتى في الاتجاه السياسي الذي تلبس به بعد سنة 2003 ميلادي هذه النقطة المضيئة الثانية أسئلة كثيرة تردني عن موقفي من السياسة السياسة جزء من حياتنا السياسة جزء من ديننا السياسة تخالط الهواء الذي نتنفسه السياسة تخالط الطعام الذي نأكله تخالط الشراب الذي نشربه لا يستطيع الإنسان في الحياة إذا كان يعيش حياة طبيعية أن يكون منفك عن السياسة وعالمها القضية ليست اختيارية مثل ما هناك ضرورة الطعام والشراب وهناك ضرورة النوم والدواء وهناك ضرورة السكن واللباس وهناك وهناك هناك ضرورة السياسة في الحياة فهي تخالط الدنيا في كل أجزائها وتخالط الدين في كل أجزائه لا نستطيع الفرار منها السياسة تلاحقنا وهي معنا ونحن معها لكنني هل أعمل في السياسة هذا هو الذي أرفضه وأنا لا أرفض العمل السياسي أساسا وإنما أرفض المنهج السياسي الذي يعمل به متدين الشيعة من السياسي من المراجع أو من الأحزاب الدينية السياسية في السياسة منهجان هناك منهج علي المنهج الذي تكون فيه السياسة بكل تفاصيلها في خدمة الدين هذا منهج علي ولا وجود له بيننا لو كان هذا المنهج موجودا بيننا لكنت أول الراكضين إليه ولكنت أشد المتمسكين به والمستقتلين عليه لكن المنهج الذي يسود الواقع الدينية الشعي هو منهج هو منهج السقيفة هو منهج معاوية هو منهج المروانيين هو منهج العباسيين هو منهج الشياطين إنه المنهج الذي يجعل الدين في خدمة السياسة وهذا هو الذي فعلته مرجعية النجف عموما ومرجعية السستان خصوصا منذ سنة 2003 وإلى هذه اللحظة إنهم يوظفون الدين في خدمة مصالحهم السياسية وأعتقد أن ما عرضته لكم في الحلقات الماضية من سيرة السستاني وأمثاله من المراجع المعاصرين يتحدث بشكل واضح عن هذه الحقيقة ما فعله السستاني مع عمر موسى الذي كان أمينا عاما للجامعة العربية قرأت عليكم ما كتبه عمر موسى في الجزء الثاني من كتابه كتابية عما جرى فيما بينه وبين السستاني حينما زار السستاني في بيته في النجف وطلب السستاني أن يختلي بعمر موسى لوحده وكان ولده محمد رضا يختلي بمساعد عمر موسى في غرفة أخرى لوحدهما وماذا قال له عمر موسى هو الذي ذكر هذا في كتابه وذكره أيضا في مقابلة تلفزيونية وقد عردت ذلك كله عليكم وللعديد من المرات عودوا إلى الحلقات الماضية حين اختلى السستاني بعمر موسى كان يصر عليه يوجه الخطاب إلى الحكومات العربية ألا تلقوا بالعراق في أحضان إيران وإنما خذوه إليكم إلى أحضانكم وما يجري في العراق الآن النتائج الطبيعية لهذا المخطط السستاني الشيطاني فالسستاني وظف الدين ومقامه الديني والمرجعية الدينية لأجل أن يحقق مآربه السياسية وإلا فهذا المنطق منطق يرضي إمام زماننا أنا لا شأن لي بإيران وإنما أتحدث عن المرجع الأعلى للشيعة يلقي بالشيعة في أحضان النواصب هل هذا منطق محمد وآل محمد أم أنه المنطق الأموي القذر المنطق العباسي الوسخ إنه المنهج الذي يتبنى أن يوظف الدين في خدمة السياسة هذا هو الذي أرفضه من السياسة وأبتعد عنه لأن كثيرين يقولون لي لماذا لا تتوجه توجها سياسيا وفقا لأي منهج لمنهج السيستاني هذا أو لمنهج حزب الدعوة وسائر الأحزاب والميليشيات القطبية الأخرى فهم كلهم على نفس هذا المنهج المنهج القطبي أن يوظف الدين وكل شيء وأن توظف الأخلاق وأن توظف الضمائر في خدمة السياسة هذا هو الذي يجري على أرض الواقع وهذا الفساد والإفساد وهذا الضلال والإضلال هو جزء مهم من مكونات طعام حوزة النجا من مكونات طعام مرجعية النجا بشكل عام والسيستاني بشكل خاص لأنه هو المرجع الأعلى لا بد أن تلتفتوا وأن تقيموا السياسيين أتحدث في أجوائنا الدينية الشيعية لا شأن لي بالسياسيين من الاتجاهات الأخرى إنما أتحدث عن الذين يدعون التشيع ويدعون التدين ويدعون التأسلم أتحدث عن هؤلاء ميزوهم وفقا لمنهجهم هل هم يجعلون السياسة في خدمة الدين وأنا في الحقيقة لا أعرف أحدا يفعل هذا لا في زمان المعارضة حينما كنا في زمان المعارضة قبل سنة 2003 ولا بعد زمان المعارضة بعد سنة 2003 أنا لا أعرف أحدا في واقعنا الديني الشيعي وفي أجوائنا الشيعية العراقية بشكل خاص لا أعرف أحدا بحكم معرفة التفصيلية بهذا الواقع لا أعرف أحدا لا في النجفي ولا في كربلاء ولا في الكاظمية ولا في البصرة ولا في أي مكان من واقعنا الشيعي من من ينتهج هذا المنهج أن يجعل السياسة في خدمة الدين هذا منهج عليا هذا منهج الحقيقة والحق لا وجود له على أرض الواقع الموجود على أرض الواقع من قبل مراجع النجفي وكربلاء أتحدث عن السيستاني ومن معه وأتحدث عن صادق الشرازي ومن معه وعن البقية الباقية وعن الأحزاب الشيعية القطبية وعن الميليشيات الشيعية القطبية كل بحسبه له انتماء إلى المنهج القطبي القذر أتحدث عن الأحزاب والميليشيات كل أولئك يتبعون المنهج العباسي الوسخ فهم يوظفون الدين في خدمة السياسة للوصول إلى مآربهم السياسية الشخصية بالدرجة الأولى والفئوية بالدرجة الثانية مرادي من الفئوية لحزبه لمجموعته لمنظمته لتياره ولغير ذلك هذه الحقيقة لابد أن يلتفت إليها حينما تتناولون طعاما من فضائيات هؤلاء تتناولون طعاما لعقولكم وقلوبكم لابد أن تعرفوا هؤلاء يوظفون هذا الطعام لأجل مصالحهم السياسية حتى وإن ألبسوه لباسا دينيا إذا كان كذلك فلا تأكلوا من هذا الطعام هذا طعام قذر النجس وهذا هو الطعام الذي يقدمه لكم السيستاني ويقدمه سائر مراجع النجف وكربلا وتقدمه الأحزاب الشيعية القطبية بكل تفاريعها ويقدمه أولئك الحمير من خطباء المنبر لأنهم يأخذون من نفس تلك المصادر هذا هو واقعنا الشيعي وبعبارات صريحة وبينة ولا تحتاج إلى شرح وإلى تفسير نذهب إلى فاصل